أنا معنا الحجة سهام من مصر حجة سهام تفضلي حجة سهام سمعنا أيوة سمع حضرتك أهلا مع حضرتك وعليكم السلام طب أنا بص حضرتك أنا هقول سؤالي على طول أولا سلامي لحضرتك والشيخ عسوا شكرا جزيلا هقول سؤالي عليكم أشيء أنا دلوقتي كنا مسافرين أنا وجوزي في الكويت وبانينا بيت وأخو جوزي جي خد شقة فيها فجوزي هيكتب له عقد إيجار بابا قال له لأ لازم تكتب له عقد تمليك هو بنى الشقة اللي هو أخو جوزي بنى الشقة وشطابها هو أين وبعدين مع بعض الإخوات بعد ما كتبنا عقد تمليك إن لو هو حصل ساب الشقة أو عزل الشقة دية تتأيد بكام وكل اللي عملوا فيها يتخسم والمكسب النص بالنص فترادة سنعني حقيتها سمعك سمعك تفضلي فترادة أخو جوزي وترادة جوزي جوزي دلوقتي توفى هل من حق أن أنا أطلب كده ولا لأ وإذا كان من حقي قال التصديم يبقى من سهل النهاردة ولا بسهل اللي اتفقوا عنه يعني أنت بتسأل حاجة سهام من حقي أن أنت تمشي نفس الاتفاق القديم ولا لأ لأ مش إيجار قديم أنا عايزة تبقى من المتاجة الشقة وهو سإيجار وقفلها وربنا وصع عليك كذا شقة لأ أنا أقصد أقصد الاتفاق القديم مش الإيجار يعني نفس الاتفاق اللي اتفقوا زوجك أنت عايزة تمشيه هو لو هو سابها أو عزل أو ربنا فتح عليه تتباع الشقة وهو طيب خليكي حاجة سهام معنا إن شاء الله نقلل السؤال للشيخ وبإذن ذلك ممكن نواجهعك لك وحبنا نسل الحالة مولانا السؤال واضح لحضرتك يعني الحاجة سهام بتسأل لو كان في اتفاق بين زوجها المتوفى وأخوه في مسألة الشقة اللي بناها الأخ هذا بتكلفته أو بفلوسه الخاصة فهل يظل هذا الاتفاق بعد وفاة الأخ أو لماذا يفعلونه؟ الاتفاق بإيه؟ الاتفاق إن كان لما يجي الأخ ده يسيب الشقة يتتباع الشقة مثلا ويأخذ الأخ ما دفعه من تكاليف فيها والباقي مثلا يقسم بينهم أو شيء طبعا ده حق طبعا نحقوه ما لديش علاقة باتفاق يعني لو ما نجي الاتفاق هو ده حق واصلا نظامات الاتفاق أصلا أي اتفاق ما لم يخالف نصر شرعيه فهو جائز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمونة عبدا شروطين إلا شرط أحل حراما أو حرام حلالا وده شرط جائز شرعا ده أصلا وحقه طب هو سؤال تاني للأخت سهامة وانا عن مسألة الراجل مثلا كان شط بالشقة ديت مثلا من عشر سنوات فالآن لو جي يبواها الآن هل بيحسبوا تكاليف نفس التكاليف اللي هي من عشر سنوات ولا بيحسبوا تكاليف تشطيب الآن لا بيجيبوا حد يحسن في العقارات والتقدير هو اللي بيحق أصلا العقارات مهاش ممكن بتغلق ممكن ترخص التكاليفة زمان بحاجة لكن تقيمة العقار حاجة تانية تجيب للأرض الوحدها والبنى الوحدة الحمد يشتري كده يعني تجيب يشتري بيت يشتري ازاي ليه بكام باثنين تلاثة مليون وممكن تقطع الأرض بثين ونص والمبالك بمليون ونص لكن هي على وعدها ثلاثة بيح حاجة غير لما تشتري بتشتري عربية بكام بكس بقطع غيار أغلب اينا لو فكرتها قطع غيار سليمة ما تشكلها جديدة يعني أغلب لأن انتخذها لا تضع إنما عربية على بعضها حاجة تانية نفس الحالة يخبروا دخل حاجة تدي لحد أهل الاختصاص يقول يا جماعة دي تساوي كام والأرض تخصف منها بكام والتكلفة كام وحق الانتفاع لو حاجة انتفع بها طول الفضل كام دي أفضلها لجنة مختصة في هذا الشعر اينا